وضمن مخاوف الطوارئ الجانبية يجد خبراء في عالم الجريمة المنظمة علاقة متعددة الجوانب بين موجة الاختيالات المتوقعة ومراكز النفوذ الجديدة التي رسمتها خارطة المحافظين والمناصب السيادية مشيرنا إلى امتلاك جميع القوى المتنافسة عناصر ردع بقوة السلاحة وهو ما يثير مخاوف التصفي الحزبي المتبادلة وبغض النظر عن سيناريو وهوية المعتقل الهارب من سجن جمهورية في البصرة بطواطئ من ضابط المركز فأن المختصين بحسابات الربح والخسارة السياسية يتحدثون عن إعادة تعكير لصف الأمن في محافظات فقد تهويتها التقليدية ويصعب قبول الخسارة بدم بارد ما يعني أن فصلا جديدا من تصفية الحسابات بين الكبار قد يكون ساخنا في بعض المحافظات